أفادت السلطات الصحية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سلاث مجازر ضد العائلات في قطع غزة وصل منها للمستشفيات سلاثون شهيدا وستون وستون إصابة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وأضافت السلطات الصحية في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى تسعة وثلاثين ألف وستمائة وثلاثة وخمسين شهيدا وواحد وتسعين ألف وخمسمائة وخمس وثلاثين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي وأشارت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام في الطرقات ولا تستطيع توقم الإصعاف والدفاع المدني الوصول إليهم اشتركوا في القناة